السلام عليكم ازاكا شباب ان شاء الله النهار ده في الفيديو ده هنتكلم عن البيت ويز اوبرايشنز شبه الاند والأور والإكس أور والنط ونستخدمه في او فاديته او كلام ده كله خليكم معي تمام اول حاجة تعالوا احنا هنعمل صورة فاضية مثلا صورة صودة 300x300 ماشي ده السطر الاولاني وبعد كده هنخلي القرار بسبب 255 اللي هو المفروض اللي هو نبيض وبعد كده هنعمل ريكتانجل او مستطيل الراس اللي هو فوق شمال هتبقى 25 و 25 البيكسر رقم 5 على بعد 25 من اكس وعلى بعد 25 من واي وبعد كده النقطة اللي هي من اخر نقطة تحت على يمين تمام هتبقى على الابعاب بتاعتها كام 275 و 275 فيه بس حاجة كنت عايزة اقولها يعني ان في الفيديوات اللي قبل كده لما كنت باش راحت اكتنجل كنت بقول ان دولت 275 و 275 دولت عبارة عن الويتس والهايت بس ده كد غلطة مني هو المفروض ان ديت ابعاد النقطة اللي تحت على اليمين تمام فمعليش ديت كد غلطة مني تمام وبعد كده بنحط الكلار ومينس واحد احنا في برضه في الفيديو اللي احنا كنا بنشرحه كنا لما بنحط الكلار كنا بنحطه طبل من 3 قيم بس دلوقت احطنا قيمة واحدة طبلية كده ما هو الفكرة ان احنا لما جانا عملنا الصورة عمناها من بعدين اثنين مش ثلاثة ابعاد احنا كنا لما بنقول ان الصورة بتتكون من ثلاثة ابعاد اللي هو الريد والجرين والبلو بس لا احنا نعروني بس من بعدين اثنين بس ف agial似 ان هذا بحضم ديت الاعاد ب القيمة واحدة فهو لما تبقى الصورة من بعدين اثنين بتتكون gunarak يعني بتبقى abyxel بوحادل بقيمة واحدة بالقيمة هي قيمة abyxels يعني ايه اللون لابيد في اد اي يعني كل مواق yükمه يكون صفر اللون لابيد بيبقى 0 بيبقى يكون لون اصويد وكل مواقرن ب 255 بيبقى يتكون لون ابياخ تمام هذا افتح اكتر تمام وبعد كده نفس الكلام عملنا سيركل ونفس الكلام برضه في السنتر وخلنا الريديس بتاعه 150 فهتلاقي بتمس حفظ الشكل اللي عندنا تعال نشوف كده الاشكال تمام اده الاشكال اللي عندنا هيا طيب اول حاجة اللي عملية اللي هي المنطقية ديت الاند والأور والكلام ده كله احنا بنستخدمها ليه يعني احنا بنستخدمها اكتر حاجة في الجري سكيل يعني احنا اول حاجة مثلا بيبقى عندك صورة مثلا الوان وكل حاجة انت بعد كده بتحولها جري سكيل عشان احنا بنستخدم جري سكيل في حاجات كتير جدا وخلرزمات كتير جدا ثاني حاجة ان انت بتستخدم العملية المنطقية ديت بعد ما تحول الصورة الابيض واسود بتستخدمها في حاجات شبه الماسكينج انت مثلا تكون انت عايز تقطع حتة معينة بس من الصورة وانت مش عارف تقطعها فانت بتعمل ماسكينج وهو اللي بيخلص لك الحتة دي تمام فهي لسه حاجات كتير بس هو ايه يعني استخدام الاند والاورو ورعملات المنطقية ديت مهمة جدا في القياطات الجاية ان شاء الله وتستخدمها كتير جدا تمام فاول حاجة احنا عندنا اند اند نفس الاستخدام بتاعها في الطبيعي في بايسون اللي هو العادي نفس استخدامها هنا برضا هو بايسون انت المفروض اند بتبقى بتديك كما true امتى لو كان الاتنين اللي دخلينها true لو true and true يديك true نعم لو true false يديك false او false و false يديك false تمام فالفكرة ان هو ايه عند بقى يعني ماشى ازاي ماشى قالك لو مثلا كومت بيكسل اكبر من صفر و كومت بيكسل اكبر من صفر و كومت بيكسل اكبر من صفر هيدك مين هيدك له نبيض 255 طب لو كومت بيكسل اقل من صفر او كومت بيكسل بتسوي صفر و كومت بيكسل اكبر من صفر لا هيدك كما صفر هيدك له نسود تمام فهي الفكرة في كده ونفق ان اقام الحظ الدايرpract Plus نباس فان الشكل مرحبت لسانتك فهواف المستطيل التي انتهيته انتهيه مرحت الهجوم ايضا الحظهر göreد كاريما وهكذا وهكذا. اركض هو جزء ابيض و جزء اسود من الدائرة. الذي له من الان الخ li Eliza خ م Sloan. فميزه من هن لان经常ا. اذا قلنا انه جزء اسود i possiamo slash g Y Thats Luna و جزء اسود بالتالي بقت صودة. تمام؟ دي بقت صودة و دي بقت صودة و دي بقت صودة. انما الجزء الي جواه ده هو الرغم. فالجزء لدائرة غطت علي. فلو انت جيبت الخطر واغطتها علا المستطيل. تمام هو ياخد بس الجزء الي قطته علي. انما الجزء بره الداائرة خانية الدائرة هيتشال وهيتحط مكانه لونه سوي تمام فهذه الفكرة طيب بالنسبه اللي контр اور نفس الكلام بقى اور نفس الكلام بتاع بايسون بحيث مثلا لو كانت كمية البيكسل بتساوي صفر وكونه كمية البيكسل أكبر ولكن variance هيأخذ الكومية الأكبربر و ما بيض طب لو كانت كمية البيكسل اكبر وتساوي صفر و كانت كمية البيكسل الأقل لو كانت evalu dö تمام طب لو الفكرة أكبر ولكنية عدى له نفسها تمام فهي نفسه كمية بالزبط فتعالنا شوفها كده the and the or فدي الفكرة بالزبط يعني ايه؟ شوفت هنا يعني لاحظ الفرق ما بين الاثنين دولار يعني لو انت جيت بص فين الحتة الابة اللي كانت هنا مش موجودة هنا. ليه؟ عشان احنا قلنا الدايرة هنا هي كان المفروض ان هي الطبقة اللي هنا سود وبعد كده الدايرة اللون هبيض فسود وبيض مع and هيتشار انما اسود وبيض مع or هيتحط تمام؟ فهنا احطها هنا اهو. ثانية حاجة نفس الكلام اهو شوفت الحوف اللي انا بتكلم عليه اهيه. اتشالت من هنا اتشالت من هنا بس اتحطت هنا عشان نفس الكلام برضا. اسود وبيض فحط الابة اللي ابيض. وهكذا يعني. تمام؟ طيب بالنسبة مين؟ بالنسبة بال xor xor هو عبار عن ايه؟ قالك ان هو يكون الواحد فيهم ابيض بس مش الاثنين. تمام؟ يعني لازم يكون فيهم واحد اكبر من الصفرة بس مش الاثنين. لو الاثنين اكبر من الصفرة هتديك لونسويد. فتعال كده نشوف فكده and or وكده xor. xor هي الفكرة اللي هنا نفس الكلام. يعني شوف التقاطع ما بينهم كده الحواف اللي هي موجودة جوه الشكل دي كده. ماشي؟ هتلاقى كلها اتعاملت باللون السويد. ليه بقى ما احنا قلنا لو هما الاثنين لازم يكون واحد فيهم ابيض والتاني سويد. ماينفعش الاثنين يكونوا ابيض. تمام؟ فعشان كده الاثنين هنا ابيض فراح اجيه بلون السويد. تمام؟ أحنا الحواف هنا المفروض انها عبارة عن اي عبارة عن لون السود. ولون ابيض فععملها هنا ابيض. عشان واحد السود واحد ابيض فراقا بنها ابيض. hear حواف بردك ابيض وهنا اسود. فععملها هنا ابيض. وهكز. تمام؟ فهتلاقي ان هو ايه يعني يعني xor بتعكس or اساسا تمام؟ or يعني لو الاثنين ابيض او واحد فيهم ابيض هياخدهم ابيض إنما لو كانت في XOR لأ لو الواحد فيهم مبيض والتانه مبيض هياخد سويد إنما يبقى لازم في XOR يكون فيه واحد فيهم بس هو البيض واحد بس تمام؟ طيب آخر حاجة بقى في حاجة اسمها طبعا لان اتكلمت عنه ده كله شبه بوبايسون في ايه؟ في حاجة اسمها فالسي وتروسي فاليوز فالسي وتروسي فاليوز اللي هو عبارة عن مين؟ لو كانت الفاليو بتاعتك أو المتغير بتاعتك بيساوي صفر فلو انت جيت حطته في كيمة في سنتنس أو مثلا جملة F هتلاقي بيديك فالسي تمام؟ إنما لو كانت أكبر من الصفر هتلاقي بيديك ترو فدي نفس الكلام اللي هو شغال في XOR و OR و AND نفس الكلام بالزبط فعايز أوضحولك بطريقة مثلا معينة المتغير VA هنا أنا حطته بصفر فالمفروض لما دخل على كيمة F ديت هتديني فالسي وبالتالي مش هتبع جملة ديت وهينزل اتبع جملة اللي تحتها إنما لو كانت كيمة V ديت أكبر من الصفر المفروض إنه هتديني القيمة هتديني true وبالتالي هتدبع جملة ديت فتعال كده نشوف هتدبع ايه؟ تمام؟ It was zero يعني طبع ديت ليه بقى؟ ما قلت لك عشان دو صفر فهتديني فالسي وبالتالي هنزل هتدبع جملة ديت الجملة ديت هتدبع إنما لو حطته مثلا واحد لو حطته بواحد أو It wasn't zero تمام؟ فدي الفكرة إنما في حاجة اسمها false values تمام؟ لو كمها بتساوي صفر يبقى false يعني false ولو كمها أكبر من الصفر يبقى true يعني بتساوي true تمام؟ تمام؟ طب دي فايديته ايه؟ بيردك فايديته في and وor وxor وكمان في نط يعني نط هنا بيشوف ايه؟ بيشوف كومة البيكسل لو لقى كومة البيكسل بتساوي صفر هيخلاها 255 لو لقى كومة البيكسل أكبر من الصفر هيخلاها صفر فهو بياخد العكس على طول تمام؟ فتعال كده نشوفها اهو يعني هنا هو احنا هنا طبقانها بس على السيركل يعني احنا عملنا ايه؟ بتواز نط وبندنا لها السيركل تمام؟ فهو بالسيركل هنا جيء يعني خلى كلهم أبيض هنا اسود وخلى كلهم اسود هنا أبيض فهو كأنه قلب البيكسل كله تمام؟ فديه نط فالفكرة بقى انهو يعني يعني كل معامل هنا AND و OR و XOR اللي التلاتة دولة بياخدوا معاملين اثنين يعني cv2.bitwiseand cv2.bitwiseor cv2.bitwisexor cv2.bitwisexor الاثنين بياخدوا معاملين اثنين بياخدوا السكوير يعني حاجتين اثنين أقارن ما بينهم ماشي أوادمج ما بينهم إنما النط بياخد مين؟ بياخد بس حاجة واحدة بس حاجة واحدة يقلب كل حاجة موجودة جواه تمام؟ بس فهو الحاجات دي كلها مفيدة طبعا يعني ممكن انها تكون مستغربا هاستخدارها في ايه وكلام ده كله بس هي مفيدة ان شاء الله في الفيديوهات اللي الجاي ان شاء الله هتعرف هي مفيدة في ايه وكلام ده كله فعشان ما اطولش بس مدة الفيديو فبس فهو يا ربي الفيديو يكون اعجبك واستفدتوا منه فياريت لو لسه مشاركت معنا في القناة انزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس ولعجبك الفيديو ياريت تعمل لك وتشاره مصحبك اشتركوا في القناة